السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القيمة المكانية وقيمة الرقم لو جت سألتك وقلتلك هو أنت مكانك فين؟ ساكن فين؟ هتقولي والله أنا في اسكندرية أنا في القاهرة بورسعيد أسوان يعني كانت إجابتك بالعربي بتكتب مكانك بالعربي كمان لما أسأل على مكان الرقم الرقم كمان هيجاوبني بالعربي يا إما هيقولي والله أنا ساكن في خانة الأحد يا إما هيقولي أنا ساكن في خانة العشرات يا إما هيقولي أنا ساكن في خانة المئات بس كده كده لازم يجاوبني بالعربي تمام كده؟ طيب أمال إيه يا ميس قيمة الرقم؟ هقولك حاجة قيمة الرقم تحب الرقم يعني إيه؟ يعني لو جت لرقم زي كده وقلت لك قل لي قيمة الرقم ثلاثة كام فانت هتفكر ازاي هتقول لي اه والله اخترنا الثلاثة وقيمة الرقم تحب الرقم تحبه جدا يعني عمرها ما هتضح بيه فهتنزل الثلاثة زي ما هي وبقيت الارقم اصلا ما بتشوفهاش فبتنزلهم اصفار فهتبقى الثلاثة زي ما هي طالما قدامها خنتين يعني رقمين هينزلوا صفرين هي قيمة الرقم تحب الرقم لوحده بقيت الارقم بيتحوله على طول لاصفار طب لو جت قلت لك قل لي قيمة الرقم اتنين ايه في العدد ده والله قيمة الرقم اتنين تحب اللي اتنين اوي فهتنزل اللي اتنين زي ما هي وبقيت الارقم هتبقى صفار يعني الرقم الاول هيبقى صفر والرقم الاخير هيبقى صفر بس احنا عارفين ان الصفر على ايدك الشمال اللي انت ما بتكلش بيها ملهوش لازمة لان الرقم ده هيطقر عشرين كأن الصفر ده مش موجود يبقى انا هعمل ايه وريح نفسي هنزل الرقم بنفسه واللي قدامه بس يبقى صفار واللي وراه كأنه مش موجود طب ده على تاني قيمت الرقم صفر في العدد ده والله قيمت الصفر يعني تحب الصفر الصفر هينزل مفيش ارقام قدامه فمفيش اصفار فهيفضل الصفر زي ما هو طب انا ميس لو بدلت يعني بدل 140 تبقى 104 هنا برضو قيمت الرقم صفر تحب الصفر هينزل صفر واللا 4 اللي قدامها هينزل صفر طب ما الصفرين جنب بعض دول يا ميس يعني برضو صفر ايوا من هنا بقى عايز اقولك حاجة لو سألتك على قيمة الرقم صفر في اي مكان جوه العدد هتقولي صفر لانه هو كده كده هينزل زي ما هو واللي قدامه هيبقى صفر برضو فلما تيجي تقرأ هتلاقي نفسك بتقرأ صفر ايا كان مكانه حلو كده؟